أهلاً أحبائي مشاهدينا في كل مكان مثل ما ذكرت نحن لا نعلم اسم الوحش لكن نعرف أوصافه عن ماذا يتكلم عنه الكتاب المقدس لكن يحنى لأنه كان فيه منفي بجزيرة بطمس بيتكلم في إصطلاحات كانوا بيفهموه بقول إلا من له السمة أو عدد اسمه هنا الحكمة من له فهم فليحسب عدد الوحش فإنه عدد إنسان وعدته 666 فإذا رقم 666 مكتوب هو عدد إنسان أي ناقص لكنه متمرد ضد الله تمرد شيطاني على الله 666 عدد ناقص عن الكمال اللي هو 777 مهما بلغ سيبقى إنساناً بغض النظر كل الآيات والمعجزات اللي بيخدع فيها الناس 666 هذا ثالوث شرير يعني بيتكلم عن التنين الحية القديمة اللي هو الشيطان وبيتكلم عن الوحش اللي هو ضد المسيح والنبي الكذاب الذي يروج للمسيح مقابل طبعاً الثالوث الأقدس الآب والكلمة يسوع والروح القدس 666 كأن الله يصرح أنك يعني بيتكلم عن هذا الوحش أنت ستظل 666 ستظل ناقص ثم 666 يحاول أن يقلد المؤمنين الختم الإلهي اللي على جباههم بيتكلم سفر رؤية عن 144 ألف في إصحاح 7 هنا بيتكلم عن ختم وهذا تعبير عن الخلاص اللي افتدوا يعني تختموا بدم المسيح وأيضاً مختومين بالروح القدس لكن الختم الشيطاني هو للدمار يعني اللي منشوف مع المسيح هم للحياة الأبدية قدسين الختم الشيطاني اللي بيضع على الإنسان هو للدمار ليقودهم للعذاب الأبدي من خلال نظامه الشرير مشان هيك بيسميه ابن الهلاك تعبير عبري أي المحكوم عليه بالهلاك زي هاي الاصطلاح قيلت عن يهوذة الإسخريوط ابن الهلاك ست 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 رقم الشؤم والفشل والشر والنقصان تجسيد لشخصية شريرة مخالفة ومعاندة ومناقضة لمشيئة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر